قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر لم تتجاوز حدودها وهدفها دائما حماية الأرض وفي كلمة له خلال تفقده إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني أكد الرئيس السيسي أن للقوات المسلحة دورا أصيلا ورئيسيا وهو حماية الحدود وأمنها القومي دور أصيل ورئيسي للقوات المسلحة وهو حماية الحدود المصرية وتأمين الأمن القومي المصري ومصالح مصر وهنا لازم أسجل وأكد أن مصر أبدا عبر تاريخها القديم والحديث ما كانتش أبدا بتتجاوز حدودها يعني كان دايما كل أهدفها إن هي تحافظ على أرضها وطرابها دون أن تمس وهنا برضو مهم أو إن أنا أقول إن ده معناه إن الجيش المصري بقوته وبمكانته وبقدرته وبكفاءته هدفه حاجة واحدة بس هدفه هو حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز وهنا عايز أقول في ظل الظروف اللي موجودة في المنطقة دلوقتي وكلامي هنا لنا كلنا للعسكريين والمدنيين مهمة قوي مهمة قوي إن أنك أنت وإنت بتمتلك القوة وبتمتلك القدرة إنك أنت تكون بتستخدمها بتعقل وبرجد وبحكمة ترجمة نانسي قنقر